مسائل فل أنا علياء طلعت ودي سيمة علياء ونهاردة هتكلم عن مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة من مسلسلات شاهد الأصلي ولازم قبل ما اتكلم عن المسلسل هتكلم شوية عن منصة شاهد منصة شاهد على عكس اللي احنا ناس كتير كانت متخيلة هي مثل منصة وليدة او بدأة السنة دي هي منصة موجودة تقريبا بقالها 11 سنة منصة شاهد لسنوات طويلة كانت مجرد صدر او ايكو لقنوات ام بي سي وبالتالي هي قد بتعرض الاعمال اللي كانت بتحضر على ام بي سي لكن في بداية عشرين عشرين حصل تغير كبير في منصة شاهد وهي ان بدأ يبقالها اولا اعمال اصلية خاصة بيها بدأت بمسلسل في كل اسبوع يوم جمعة تاني حاجة بدأ يبقال عليها عروض اولى زي ما خاصل مع مسلسل اللعبة متسل اللعبة لطيف جدا انا قدت حابة اعمل عنه فيديو بس مش عارفة هيبقى فيه وقت وعلق المهم نرجع نتكلم عن منصة شاهد منصة شاهد مش بس كده عملت مسلسلات اصلية ومسلسلات عود اولى لها بتكتذب المشاهدين لكن كمان عملت تخفيضات على الاشتراكات وعملت اشتراك مدى الحياة بسعر زهيد جدا جدا لمدة شهرين هيخلصوا في 29 فبرايل لو حد حابب يشترك المهمة هي بتحاول تنافس في سوق المنصات الالكترونية اللي بتتنافس فيها مع منصات زي نتفلكس ومنصات زي ديزني وابل وكمان منصات زي واتشت المصرية لكن منصة شاهد بتتميز اولا زي ما قلت ان بقى عندها اعمال اصلية سنان كان فيه ترويج لأعمال قادمة كويسة برضو ده غير ان هي بتقدم محتوى عربي على عكس نتفلكس المحتوى بتاعها اجنبي مع محتوى عربي قليل او مش على قدر المستوى المحتوى اللي احنا شفناه مثلا في شاهد من ساعة اما بدأت نتكلم بعد الوقت عن في كل اسبوع يوم جمع واحدة من الاول دلائل ذكاء العاملين في منصة شاهد انه هما اختروا يبدأوا بمسلسل قوي زي فيه كل اسبوع يوم جمع مسلسل في كل اسبوع يوم جمع من بطولة منا شربي آسر ياسين من اخراج محمد شاكل خضير متطبس من الرواية لابراهيم عبد المجيد فانت عندك عوامل كتير قوي بتخلي المشاهدين يكتذبين للمسلسل لكن يا ترى هو على قدر الاسماء الكبيرة اللي فيه عشان اجاب السؤال دوت هتكلم عن العناصر اللي قلت ان دي من العناصر الجاسبة في المسلسل اول حاجة هتكلم عن الاخراك محمد شاكل خضير قدم قبل كده مسلسلات كويسة اكتذبت الجمهور زي مثلا جراند اوتيل زي مثلا لطوط في الشمس مسلسلات كان بيجمع بينها نجود نجوم كبيرة وكانت بتقدم قصة مشوقة الى حد كبير زي مثلا جراند اوتيل اللي احنا ممكن نقارنه في كل اسبوع يوم وجمعة لان الاثنين برضو فيهم من ناحية الغمور والتشويق بالنسبة للمواقارنة بينهم انا شايفا ان في كل اسبوع يوم جمعة افضل من ناحية الغمور من ناحية التشويق من ناحية إدارة الممثلين هنا ممثلين نازم اقول ان هم اكتر موهبة من الممثلين اللي كانوا في جراند اوتيل يعني انا شايفا مفيش مقارنة بين امينة خليل ومينة شربي او عمر يوسف واسر ياسين الادأ بتاع الاثنين ممتاز جدا في المسلسل وكويس بصراحة ومناسب للأدوار اللي هما بيقدموها هتكلم عن النقطة التانية على ايه الاقتباس يعني ان المسلسل مقتبس من اللواية لابراهيم عبد المجين احنا لما نتكلم هنا عن الاقتباس من اللواية هنتكلم على نوع مختلف من الاقتباس مش الاقتباس اللي احنا متعودين عليه الاقتباس مفهوم واسع قوي مش هو النقل الامين للرواية للمسلسل او فيلم مش نقل الاحداث والشخصيات هنا الاقتباس واسع قوي هنا الاقتباس بيفكرنا مثلا باقتباس مالك الحزين لما اتحولت لفيلم الكتكات اللي قرى الرواية وشاف الفيلم هيفهم انا بتكلم عن ايه ان النص والصورة مختلفين الى حد كبير اتخذ من الرواية خيط وشخصية وتم بناء العمل من اول وجديد وزي ما شفنا على الشاشة ده حصل في كل اسبوع يوم وجمع احنا انا كلمت عن الرواية قبل كده كان في فيديو مراجعة ليها ممكن ترجعو له هتلاقوا لينك بتاعه في الرواية واسع جدا فيها عدد كبير جدا من الشخصيات وليها حبكة معينة والمسلسل ما خدش حبكة دي تماما ومسلسل كل اللي عمله انه اخد شخصيتين واخد خيط خاص بالشخصيتين وعمل على تطويرهم وتقدمهم في المسلسل انا شايفها ان المسلسل افضل من الرواية ودي حاجة ما بتقالش كتير قوي عن اعمالي المقتبسة اللي الناس بتشوف دايما ان العمل الادبي دايما بيكون افضل من عمل السينمائي او على شكل الصورة لكن هنا الاختباس كان كويس جدا زي ما عمل داود عبدالسيد في فيلم اكتكات هقارن تاني هنا طبعا انا اش بقارن بين العملين انا بتكلم عن النوع ده من الاختباس تم البناء بالشخصيات اللي التختته والخيط تم البناء عنهم كويس قوي خدوا القصة في حتة بعيدة خالص ولكن في نفس الوقت هي حتة افضل انا كان عندي اعتراضات عن الرواية وشايفين فيها قصور كبير قوي كل قصور كان في الرواية تم اصلاحه في المسلسل النقطة التانية اللي هتكلم عنها في سيناريو المسلسل هي بقى اعتراض يعني انا شايفة ان هو المسلسل احسن من الرواية والنوع ده من الاقتباس كان كويس جدا لكن في نفس الوقت شايفة ان فيه نوع من الغموض الشديد لمحاول الجذب المشاهد احنا بنشوف ان فيه دوائل مختلفة من الغموض بتبدأ المسلسل عندنا البطلة اللي بتحول اسمها واللي بتقبل انها تكون ميتة قدام الناس وقدام اهلها وبتبدأ حياة جديدة مع عائلة تانية ومع شخص مريض هو عماد البطلة اللي بتقدم ندرها منا شربي احنا بنبقى عارفين من بداية ان فيه وراها لغس لكن مش عارفين ايه هو اللغس في اول كل حلقة وتعامل واساسا لغاية دلوقتي ستة حلقات بنعرف فلاشباكس وغنن كده عن حياتها لقبل كده فاحنا هنا بنقول ان حياة البطلة نفسها قدامنا هي لغس دي اول نقطة هنأخل اول حاجة في اول حلقة هنلاقي ان البطلة لما بتروح البيت الجديد عند عماد بيبقى فيه فستان واحدة كانت موجودة قبل كده ده بيعملنا علامة استفهام وهي بتدور على علامة استفهام دي وبتكتشف نوعا ما ان كان فيه حد بيقوم بنفس الدور ده في حياة عماد لكن هو دلوقتيش موجود وده بيخليها قلقة وبيخليها حسن ممكن تكون كان فيه جريمة يبقى احنا كده عندنا لغز رقم اثنين هنيجي بعد كده هنكتشف ان بتحصل جريمة قتل في البيت وعماد وليلة او اللي هي منها شرابي لان هي ليها اسمي تاني في المسلسل بتقوم يعني الشخصية ليها اسمين فعزم اللي اخوات هقول عليها منها على طول بتحصل جريمة وبيتم البحث وراء الجريمة دي فاحنا بقى عندنا لغز رقم ثلاثة الالغاز الكتيرة دي بتخلي المشاهد بينسى لغز منهم خلال الاحداث يعني انا في الحلقة السادسة نسيت المشكلة بتاعت الزوجة السابقة لعماد وبفتكرها علشان خاطر انا ويعمل مراجعة فكتبة شوية نوتس لكن المشاهد غير ممكن ننساها القضية بتاعت نور وليلة وإلا حصل عشان ديخليها توصل للنقطة دي برضو دي حاجة ساعات المشاهد بينساها في زيادة في الغموض وده بيخلي المشاهد يتفصل في اوقات او يحس ان هو قدام المسلسل المصمم يحلسسه ان هو غموض وإصارة يعني كان فيه نية مثبتة وبكل حلقة بنأكد عليها دي نقطة النقطة التانية ان المسلسل فيه خيط بدأ في اول او تاني حلقة ونسيناها خالص ورجعنا تاني نمسكه في اول الحلقة السادسة المشكلة من احنا ما جدنا نمسكه تاني وهو العمليات الانتقام اللي بتعملها مننا شربي لما جدنا نمسكها تاني هنبدأ المسلسل من الاول جديد يعني الخط دوت كان ممكن نعتبره مسلسل مختلف خالص فاحنا عندنا قصة نور وليلة دي اللي هي الشخصية المدوجة مننا شربي دي قصة قصة الجرائم اللي عماد عملها قبل كده دي قصة قصة الجرائم الجديدة اللي بتعملها ليلة بمساعدة عماد علشان خاطر تنتقم من اللي قزوها قبل كده دي قصة ثالثة فاحنا عندنا عشر حلقاء بس تقريبا كل حلقتين ثلاثة بنبدأ في قصة جديدة كأننا في مسلسل جديد وفي ناس الوقت المفترض ان يكون النسيج ده كله متكامل مع بعضه فده بيعمل برضو تشتط للمشاهد نقطة كمان عايزة اتكلم عنها بتخص الشاهد وبتخص المسلسل دوت وهو عاد حلقات المسلسل عاد حلقات المسلسل المعلن عنه لغاية دلوقتي هم عشر حلقات بس ما فيش اعلان عن انه يتكون كمان من جزء تاني او موسن تاني ده حاجة كويسة طبعا لان احنا لسنوات طويلة جدا في ناس كبتنادي ان مسلسلات ثلاثين حلقة يا جماعة دي حاجة بطلت ثلاثين حلقة لو كان القصة لم تستحملش الثلاثين حلقة وبيتم مط الاحداث عشان خاطر تبفت الثلاثين حلقة دي حاجة سيئة وبتطلع في الاخر اعمال مش جيدة اعمال مملة اعمال الجمهور في نفسها بيبقى عارف انها خلصت بس المخرج والمؤلف بيحاول يمطوا الاحداث عشان نكمل الثلاثين حلقة وخلاص اللي حصل دلوقتي في شاهد ان احنا بنشوف اعمال مش لازم تبقى ثلاثين حلقة مسلسل في كل اسبوع يوم جمع من عشر حلقات مملكة ابليس من خمستاشر حلقة وفي اعلان عن مسلسلات قادمة هتكون برضو من عادة حلقات قليل دي حاجة كويسة طبعا للمسلسل انها بتخلي كل حلقة بيكون في احداث جديدة صحيح زي ما قلنا ان ده عامل غموض مستمر في الاحداث لكن برضو المسلسل بيدينا كل مرة حاجة جديدة بتخلينا متشوقين للاسبوع القادم طريقة عرض المسلسل كمان كانت مختلفة مش معتادة في المسلسلات العربي ان احنا نشوف كل اسبوع حلقة واحدة من المسلسل بتاعنا عادة بنشوف كل يوم حلقة وبالكتير قوي كل اسبوع خمس حلقات زي ما بيحصل في ام بي سي عادة وبيكون فيه في الويكند اعادة لحلقات دي لكن هنا بنشوف حلقة واحدة كل اسبوع وكان لازم على مخرج العمل وصناعة وعمتن والكتاب ان هم يخفضوا على اهتمام المشاهدين به هل ده تم عن طريق الغموض يعني دي كانت وجهة نظره من يخله فيه غموض الشديد في المسلسل معرفش بس لغاية دلوقتي انا شخصيا متشوقة كل اسبوع ان انا شوف هيحصل ايه الحلقة الجاية دي حاجة كويسة جدا من صناعة المسلسل بشكل عام انا اقدر اقول ان مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة مسلسل كويس مسلسل مشوخ مسلسل قادر يبقى مخلص للنوع بتاعه وتجربة جديدة على الدراما المصرية وانا احب ان انا شوف تجربة تانية بالشكل دوت ونبعد شوية عن عالم المسلسلات اللي بتتكلم عن الجواز والطلاق ومين بيحب مين الاشكال اللي احنا تعودنا عليها ويا ريت نشوف اشكال مختلفة كمان عنده في المسلسلات القادمة من شاهد وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة يارب تكون عجبتكم هي حلقة قصيرة شوية ويارب تشوفوا الحلقة بتاعت ملوية تكفي كل اسبوع يوم وجمعة وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا وايك وشير وسبسكراي في القناة